بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ دلوقتي في الإكسرسايز اللي هنطبع عليه برضو اللي هي الفيتشر فروم دايمينشنز جينا نقوله ان احنا عايزين نجيب التوب بتاع هذا الإكسرسايز اصبح عندي وذكركم ان احنا عملنا فيسينج وعملنا هون وعملنا الثريد ايه العمليات الفضلة تاني تعالى نروح على فيتشر انا ما زلت في ترن هنشوف عندنا خدنا هول وخدنا ثريد وخدنا فيس تعالى ناخد جروف ونقوله في الجروف هات التالي ونشوف دامتر انا عايز اعمل دامتر في الجروف فين في السطح الخارجي بتاع الستوك اللي عندي دا فانا السطح الخارج كان اتنين انشيبه غير دين الى اتنين والدبث هنخليه بواحد من عشرة خليني في دول ولو عايز اغيرهم بعد كده يقولي الديبث انا كل اللي محتاجه للجروف ان انا اعرف الديامتر اللي هعمل فيه الجروف وعايز اعرف الديبث هيكون بقد اللي هو هيبقى العمق اللي هنزل بيه في الجروف والوث اللي هو ايه العرض اللي هو يبقى بتاع الجروف اللي احنا نشتغل طبعا انا شغال from dimension وشغال outer diameter that's fine فلاص اه واجب لي ايه ده الجزء اللي هو ايه اللي هيبقى الجروف طب الجروف ده هنوديه فين اللي الجروف ده نمشي بيه لحد ما نعدي الهول يبقى نقدر نمشي المسافة زد بي ماينس ده كان واحد وثمانية من عشرة يبقى نخليلنا ايه زد هنا هون بماينس 2.1 ونقول له ايه بي فيو ايه لا يبقى نخليها ب2.5 2.5 ونقول له بي فيو يبقى كده انا ايه وصلت ان انا جبت هنا ايه الجروف اللي عملناه طيب فيه حاجة تانية عايزين نشوفها والله تعالى نشوف يكون فيه ايه معاه فيه عندك راف وفينيش دي برضو مضابن الحاجات اللي قلتك عليها انا ممكن عشان اقصر المودة اللي هي بتاعتها فممكن نقفل راف واشغل ايه الفينيش فقط لغير حتى بتبقى الستيبس اللي موجود عندي اقل والاني سي كود اللي طالع بيبقى قدر طيب هنا فيه الفينيش وفيه الراف خلينا نشوف ايه اللي جاي تاني هل هناك فيه اي وارنج لو فيه اي وارنج كانت طلعين علامة اكسليميشن مارك اللي هي بتبقى موجودة هنا الحمد لله ما عنديش اي وارنج يبقى هقول له ايه فينيش وكده عملنا ايه اللي هو الجروف what else تعالى نروح ونشوف فيه الترنج هنلاقي ان احنا عندنا يا سيد الفوض الكات اوف خلاص عملنا التمرين تعالى نعمل الكات اوف الكات اوف هنقول له التالي تعمل الكات اوف ماشين عند الدامتر اللي هو اتنين مزبوط الوث بتاع الكات اوف هنخليه open 5 عندي الكات اوف عندي اوف نرجع تاني ال السابق اوف 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 كبيرة اوف 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 نرحل ده بدل ما هو اوف اوف خل نح perhaps 0.6 إيه يبقى كده عملنا الكات أوف إيه تاني فضلنا يا شباب كده finish ونشوف إيه ما هو متبقي كده هراجع معاك وكده خلاص خلصناهم كلهم يبقى كده إحنا عملنا الهول الجروف الثريد الفايس الكات أوف البار فيد البار فيد نحن عارفين زي ما شرحنا في cnc theoretical parts أن مكان cnc ممكن أعمل البار فيد اللي هو بغذلي المشين بال البرودكت اللي هو أنا عايز أشتغل عليه ويطقق وإيه واليبقى فيه فيدر يغذي على طول ما أنا مش كل مرة هركب الستوك على التشاك اللي عندي لا ده هو البار فيد كل ما بخلص شغلانا يغذي المشين ونبدأ نعمل عملية أخرى البار فيد لو حبنا نشوفها يجب لي عبارة عن بار ما فيش فيه أكتر من كده هنركبه فيه أهو ده اتجاه بيقول لي ده اتجاه التغذية فهنقول له إيه مو التالي التالي أهو أدي إيه بيقول لي وأدي اتجاه البار فيد إن أنا هخلص هذا الجزء وهغزيلك بالبار فيد أهو في هذا الاتجاه اوكي ذات سيت كده يبقى ايه فنش خلصنا هذا الجزء نيجي نشوف ان احنا دلوقتي عندنا مطلوب مننا نحنا نعمل عملية مطلوب من المنفخر بعيد سيميوليشن لهذا البار نعملve السيميوليشن على واف الطوب كده ونشوف الشكل ونعمللهم ثم بعد كده في إيه الآيزو متacked اه طول باث أجل يكرني عنو بدأ عمل عمل عملية الفاسينج وبعدين عمل عملية ثعت يكيف القاطع لعبة وداعة تساعد خلصت إيه العملية ادي هذا الشكل فيrob أصبح عندي دي كل العمليات اللي أنا ممكن أعملها في عملية الفيتشورز اللي هي from dimension under اللي هو التر هكذا نكون وصلنا إلى هذا المقطع أشكركم ورحمة الله في مخاطر أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته